اشتركوا في القناة خرقا تنوعت بين قصف مواقع القوات المشتركة للمقاومة اليمنية بمختلف انواع الاسلاحة الرشاشة واطلاق قذائف الهاون على مواقع المقاومة شمال المدينة كما استهدفت ميليشيات الحوطي الارهابية رجال المقاومة شمالية المدينة بعمليات قنص خلفت اصابات في اوساطهم في الوقت الذي يلتزم فيه ابطال المقاومة اقصى درجات ضبط النفس امتثال الاتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة ويطاء السلام فرصة ليحل في المدينة بدلا عن الحرب العبثية التي تسعى ميليشيات الكهنوت الحوطية الى اشعالها دون اكتراث لما قد تخلفه من مآس والام في اوساط المدنيين الذين يتوقون للسلام وتشهد نقاط التمس بين مواقع المقاومة المشتركة وميليشيات الحوطي من حين الاخر تجمعات لافتة لعناصر ميليشيات الحوطي الارهابية وخصوصا شمالي المدينة وفي الجه واصلت ميليشيات الحوطي خروقاتها مستهدفة مواقع المقاومة المشتركة بمختلف انواع الاسلاحة الرشاشة كما تم رصد تجمعات لعناصر حوطية بشكل لافت في مناطق التماسة حيث تستقل ميليشيات الحوطي الكهنوتية الصمت الدولي والتزام أبطال المقاومة بالهدنة لعادة ترتيب صفوفها وموارسة مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين ترجمة نانسي قنقر